موسيقى مختلف عليه مع إبراهيم عيسى السلام عليكم أهلا بكم في حلقة جديدة مختلف عليه العلم والإيمان شعار رفع برنامج مصري تلفزيوني شهير جدا كان بيقدمه دكتور مصطفى محمود طبيب وكاتب مصري شهير البرنامج ده مع وقال السبعينيات من القرن الماضي كان يحاول أن يزاوج ولو بالقصر ولو بالغزب بين الكشوف العلمية الحديثة والنص الديني قوام البرنامج كان يستعانى بأفلام وسائقية أجنبية علمية مدبلجة بالعربية يعلق عليها الدكتور مصطفى محمود محاولا بطريقته الخاصة يثبت بشكل قاطع من نوجة نظره أن كل الكشوف العلمية وكل هذه النظريات الطبيعية إنما هي تؤكد الإيمان ولا تنفيه أبدا الأزمة الكبيرة هنا كانت إيه؟ في الطرح الذي تلى ما طرحه الدكتور مصطفى محمود وتبنى العديد من المشايخ والمحسوبين على الفكر الإسلامي زي بقى حد زي زغلون النجار زي راتب النبولسي زي العريفي وغيرهم وكبري تقول فكرة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم فكرة أن النظريات والكشوف العلمية والحقاق الكونية زي حقاق الخلق الانفجار العظيم التزاوج الزوار المناخية طبيعة المادة انقسام الزرة كل هذا وأكثر من وجهة نظرهم موجود في القرآن وذلك عن طريق إشارات كلمية تأويلات تلبي حاجتهم الماسة الرهيبة للي عنق النص لتحاول أن تثبت نظرية الإعجاز العلمي أو الإعجاز العددي ما طلعت بحاجات يعني كثيرة في سكة دي والإعجاز الطبي يعني عدة مشايخ ورجال دي في فترة من الفترات بيتمنوا نظرية كانوا يروجون لها بشدة في العديد من الفيديوهات وموجودة حتى الآن وعرضنا بعضها في حلقات سابقة نظرية الماء بتتغير جزئياته ويعاد تشكيل هذه الجزئيات عندما يقرأ عليه آيات من القرآن الحقيقة أن العقل الجمعي المسلم عاش طويلا في هذا الوهن اللي باعوا له للعقل المسلم رجال دين بينما لا يزيد ذلك شيئا في قداسة الدين ولا متانة النص القرآني لا يمكن أبدا تربط نظرات نظريات علمية والعلم دنياوي ومتحرك ومتغير إزاي تقرنه إزاي تقيسه على القرآن اللي هو المقدس الثابت الإلهي ده كلام يعني العلم كل يوم بيثبت خطأ نفسه ويجدد نظريات ثبت خطأها ويعظم من أمور كان ينفيها انت عايز بقى الدين يفضل طول الوقت كده يعني مع المتغيرات ومع التعديلات كل ده ينسف قداسة الدين مش يؤكده لو انت مشيت وراء لو النهاردة الحقاق العلمية هي اللي بتنفي الدين أو تثبته يعني كده وقعنا في غطسة ما يعلم بها لربنا لكن ده عموما الفكر العاجز التلفيقي للأمم المهزومة اللي بيحاول يدور على أي شيء يثبت تفوقه هذا التفوق وكانه مخبوء في ثانية وطياط الماضي أو يلوز بنصه المقدس وحاولا جعل هذا النص وكانه كتاب في الطب وفي الهندسة وفي التكنولوجيا وفي العلوم والفنون وكل حاجة ولما تسألهم طب إذا كان يعني القرآن في كل هذه العلوم والهندسيات والحقاق العلمية والكونية والمخترعات والمكتشفات لما روتوشوا قرآن فطلعتونا منه قنبلة زرية أو اخترعتو منه علاج لمرض السكر إذا كان الموضوع كده يعني تعالوا نروي قصة من قصص العلماء الذين عاشوا في كنف الدولة الإسلامية في أوج اصدهرها وانفتحها الفكري والعلمي والديني والأخلاقي أيضا لنكشف ونكتشف الفارق الواسع الشاسع بينما نعيش الآن وما عاشوه هم في قديم أو في بعض قديم عاش الحسن من الهيثم بين البصرة في العراق حيثه بسقط رأسه والقاهرة في مصر حيثه مكان الحياة الأخيرة والوفاة عرفت حياة هذا العالم الكبير والمفكر الموسوعي رحلات علمية مهمة للشام للأندلس لأنه كان رجلاً كما رجال هذا العصر من علمائه شامل الفكر الموسوعي يجمع بحق بين الفلسفة والأدب الرياضيات علم الطبيعة والفلك الجغرافية علم المناظر طب العيون تأثر بأرستو بطليموس أقليدوس جالينوس والكندي وثابت ابن قرة وتأصل في مجال الإدراك البصري والهندسة الاكتشافات المهمة ثبت صحتها بعد ذلك في العلم الحديث عشان كده أطلق عليه طبقاً لمؤرخ العلم في زيائي القرون الوسطى وحفظت مكتبة فرنسا الوطنية بباريس مكتبة ليدن مكتبة بودلين في إكسفارد أعماله الفيزيائية والهندسية والحق أنه كتب في العديد من المجالات واهتم بمختلف الظواهر الطبيعية والفلكية والرياضية وألف كتاب المناظر ومقال في التحليل والترتيب تكوين العالم ميزان الحكمة رسالة في الضوء درس ابن الهيسم العدسات بأنواعها واعتبرت دراسته واعتبرت دراسته هي الخطوة الأولى في التعرف على عالم وعلم البصريات أول عالم تمكن من تشريح العين وصف أجزها بدقة أعطى تفسيرا علميا واضحا لكيفية الرؤية البصر يختلف عن كل النظارات السابقة وتقدر تقول بكل يقين أن الحسن ابن الهيسم أول ما نفكر في إقامة سد على النيل في أسوار لو كنت بمصر أيما كان في العراق لعملت لنيلها عملا يحصل النفع في كل حالة من حالاته من زيادة أو نقصان عشان كده لما نحكب بأمر الليل فاطمي جلبوا إلى مصر وقالوا يلا بن السد ويقوم بالنظيم تضفق الماء في النيل لكن بعد عدة محاولات فشلت الفكرة وقتها المودشن الحسن من الهيسم اعتمد منهجية الشك التجريبي في كل كتابات وأفكار البحث عن الحقيقة في حد ذاته أمر صعب والطريق إلى ذلك وعر فالحقائق يكتنفها الغمور الله لم يعصم العلماء من القطأ ولم يحمل العلم من القصور والنقص لكن يبدو أن طول الوقت هذه الأمة لا تقدر العلم ولا تسمح بالبحث العلمي حرية أو تمويلا وده كان سبب موجود نظرة دونية أو نظرة لا مبالاة لمن يشغل نفسه بمجال المعرفة والعلم والبحث والاستكشاف طول الوقت الجوائز والعطايا والهبات إما للشعراء أو للمفتيين من مشايق طول الوقت لما يكلموا عن عالم يقول لك العالم الكبير ده عالم في الفقه في التفسير مش بيكلموا عن عالم في العلم ده الأنكت من كده والأسوأ والأكثر دراوة إن ابن الهيثم وغيره من علماء العرب تعرضوا إلى الاتهام بالكفر والهرتقة والإلحاد والزندقة وطوردوا وسجنوا ومنعوا من خروج من بيوتهم وفي سنين الأخيرة من حياتهم كانوا بمروا بأسوأ ما يمكن من تضييق سواء من هؤلاء المتطرفين الذين يحملون على رؤوسهم يعني عمائم التطرف والمشيخة أو هؤلاء الحكام الذين لا يريدون من العلماء إلا أن يكون شاعراً في مديح السلطان. وكأن هذه قصتنا ما في فكرة أو نظرية أو اكتشاف طبي علمي أو اختراع تم تقدمه للإنسانية إلا ونال هجوماً ساحقاً ماحقاً من المؤسسات الدينية. كل فهم علمي جديد كل اكتشاف علمي كل نظرية تقدم يبقى مصرها لدى هؤلاء من رجال الدين ومن مؤسسات الدين. اللعن التحريب التجريب المطاردة كلنا عارفين طبعاً قصة الكوبرنيكس مع الكنيسة العالم اللي وصل لنظرية دوران الأرض وأن الأرض ليست مركز الكون. الكنيسة أول ما تصدت له بحزم بحزم لأن كان رجال الدين بيروجوا أن الأرض مركز الكون. ولهذا منذ قديم الأزل لا يجب أبداً علينا أن نسمح ونتجاوز ونتغافل ونتجاهل دخول رجال الدين وتدخلهم في العلم. فهذه كارثة مستمرة يا عزيزي ومن قديم ومن سحيق قصة علمية الرياضيات هباتيا اللي أتى لها المتطرفون المسيحيون لأنها كانت وثنية مثلوا بجثتها وهم يكتحون مكتبة الأسكندرية يعني جرائم مركبة ضد العلم. في تاريخ العلم خاصة في العصور الأولى لما كان بقى رجال الدين على درجة من التمكن والتمكين والسيطرة والهيمنة الائلة كان رجال دين أو بعضهم بحثوا في العلوم بمرور الوقت وبتؤسع الجامعات والمعامل أصبح رجل العلم يعمل وفق منظومة حديثة بمعايير موضوعية مش تحت طائلة رجل الدين قدر من الخيال الإنساني مش تحت حدود وأسيجة وأصوار يضاها رجل الدين الكلمة الأكبر لقواد البحث العلبي في ضمن النظريات الكبيرة الهائلة الكلمة الأكبر بقى كانت من لحظة صدورها حتى الآن حتى الآن تصير جدلا لا ينتهي نظرية التطور لشارلز داروين نظرية التطور بقى اللي نالت الهجوم الكاسح يعني الرئيب المكفر المهرطق اللاعن المطارد الملاحق في كل الثقافات ومن كل الأديان طب تعالوا في هذا التقرير بل وفي تلك الحلقة أيضا نعرض لهذه النظرية وما ترى عليها وكيف ينظر لها اليوم وكأنها أيضا عنوان مهم لنا في علاقة الدين ورجال الدين بالعلم ورجال العلم يلا بينا التقرير بدأت إرهاصات ما قبل نظرية التطور بأفكار فلسفة اليونان القديمة مثل أرستو وأفلاتون وأنيكس مندر عن أصل الكائنات الحية أيضا علماء تموا للحضارة الإسلامية مثل ابن سينا والجحض وضعوا أفكارهم عن أصل الأنواع وتطورها وصلنا إلى جون باتستيلا مارك جندي فرنسي وعالم أحياء أكاديمي ومؤيد مبكر لفكرة النشوء والارتقاء والذي وضع أول نظرية شبه متماسكة للتطور البيولوجي في كتابه عن علم الحيوان ثم أتت المرحلة الأهم وهي مرحلة تشارلس داروين وألفريد والاس وكان أهم إنتاج لهم توصلهما في نفس الوقت لفرضية الانتخاب الطبيعي كأحد أهم آليات تطور الكائنات الحية وأكد داروين على فرضية الانتخاب الجنسي وتطور الكائنات عبر الأحقاب وفي عام 1864 صاغ الفيلسوف هيربرت سبينسر مصطلح البقاء للأصلح بعد قراءاته لداروين مفسرا للنظرية أن هناك كائنات استمرت وتطورت وهناك كائنات أخرى وجدت سبيلها للانقراض مرحلة اللاماركية الحديثة في نهاية القرن التاسع عشر حيث تم إعادة النظر في التفرات الجنية باعتبارها ألية للتطور في حد ذاتها وتطوير نظرية لامارك مرحلة الداروينية الحديثة أو ما يسمى بالتحليل الوراثي أو التحليل التطوري بعد دمج مفهوم الوراثة للعالم مندل مع نظرية التطور لتقدم رؤية شاملة عن التنوع البيولوجي للكائنات الحية في العصر الحديث ظهرت تطبيقات لعلم بيولوجيا التطور في مجالات مثل الطب والصيدلة والزراعة والطب البيطرية وهكذا من وجهة علمية بحتة لا علاقة للديان برمتها بكثرتها بقداستها بعظمتها بخلدها لا علاقة لها البتة بالعلم ومختبراته وأبحاثه ورحلاته وأبحاثه وفحوصاته وعيناته ومكرموسكاته وتولسكوبياته العلم شيء آخر يقدنا العلم بالضرورة إلى فهم الحياة وتطورها وتقدمنا المادي والإنساني وهذا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون في وضع منافس أو مواجه أو مضاد أو معارض للدين الحقيقة أن هناك العديد من الفلسفة الوضعيين والماديين قالوا أنه الدين ضد العلم والعلم ضد الدين والمفروض أن احنا نقلص من حكاية سيطرة الدين دي ويفترض سيادة العلم على الكافة وبالكاف الحقيقة لا وآلاف اللالات لالات لالات جمالات أو اللاءات 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 الدين لها الموجودة سيظل موجودا بين جميع البشر مثقفهم وعوامهم نخبهم ويعني وسفلاتهم العلم سيظل موجودا كما الدين سيظل خالدا لكن هذا في مصار ومصير وهذا في مصار ومصير الدين يحترم العلم من المفترض أنه لا بد أن يحترم العلم والتقدم العلمي لأن العلم هو منتج العقل البشري الرسالة الإلهية أساسا جاية تخاطبه وتحرضه على أن يعمل الفكر والعقل والوعي مش أنه يتكاسل أو أنه يمرض عن العمل وأنه يسلم نفسه إلى يعني الموات والثبات وإلا العمران في الأرض التقدم في الأرض التطور في الأرض كل ده يجي من غير من العلم إذن هذا هو سؤالنا بوضوح هل رجال الدين يقفون أمام التطور العلمي؟ هل ضرم تحديدا لا ذال يشغل العقل التحريمي التجريمي عند رجال الدين؟ هيا بنا نسأل إذن نرحب عبر سكايب من الولايات المتحدة الأمريكية بالدكتورة رانا الدجاني الأستاذة في بيولوجيا الخلية والأستاذة في الجامعة أيوة الأمريكية أهلا بك يا دكتورة بنورانا أهلا وسهلا نقدر نقول على نشوء التطور نقدر نقول على نظرية داروين نقدر نقول على نظرية ولا الآن يمكن العلم أن يسند يعني ظهره إلى المقعد ويقول أنها حقيقة علمية وليست نظرية علمية هذا السؤال بحد ذاته يثير الفضول وأقصد بذلك أنه ما هو تعريف النظرية أصلا لما نقول في العلوم أن تبدأ العملية في استكشاف الطبيعة والبيئة حولنا بملاحظة ومن ثم الملاحظة نطور فرضية لتفسر الظاهرة ومن ثم نجرب تجارب لإثبات الفرضية صحيح إذا أثبتنا الفرضية بالتجربة تصبح نظرية فالنظرية ليست موضوع للشك النظرية هي عبارة عن استنتاج نتيجة تجارب أثبتت فرضية متى كانت نظرية أصبحت ثابتة أيها نعم فهنا لدينا إذن إشكال في معنى كلمة أو مصطلح النظرية بحد ذاتها فلما نقول نظرية التطور مع هذه نظرية أثبتت في التجارب وهي ليست فرضية بمعنى أنها موضوع الشك ولكن أي نظرية علمية اللي هي ثابتة بمحض التجارب التي عملت والثوابت والإثباتات التي تبينت هي صالحة ضمن الزمان والمكان والمعطيات اللي معانا طبعا في العلوم دائما نحن نشك في كل شيء وهذا أصلا علامة العالم أنه دائما عنده فضول دائما يسأل الأسئلة ودائما بشك فإلى حد اليوم ضمن كل المعطيات نظرية التطور هي أفضل تفسير لنشوء الكائنات الحية المختلفة ضمن وقتنا الحاضر ضمن معطياتنا الحاضرة حتى أظهر قديد نعم وهذا حتى نظرية نسبية والنظرية الجاذبية كل آياتها نظريات ثابتة بفحول الثباتات التي عملت ولكن كل آيات العلم دائما هو متقدم طيب أنا يسترعي انتباهي هنا دكتور أنه نحن إذا قص وليس عالم يعني هو صاحب هذه الفرضية التي حالت إلى النظرية ثم في نفس الوقت هذه المواجهة الساخنة الملتيبة الحادة الرافضة للنظرية من قبل الأديان الثالث لي؟ ما الذي جعل نظرية داروين سيأت السمعة دينيا إلى هذا الحد؟ نعم أولا هو يمكن بدأ كان يكون قص بسبب أنه أصبح عالم بمعنى الكلمة فهذا يعني كمان لنكون كعلماء لازم نكون دقيقين جدا في المعلومات وما نعمل تعميمات فهذه أول ملاحظة يعني هو من منطلق ديني لكن ذهب إلى العلم والنظرية العلمية بدليل أنه وصل للنظرية كل علماء الدين أو رجال الدين وجهوا فيها بالرفض فهنا هلأ لأجاوب هذا السؤال ليس الجميع أبدأ الرفض فكمان أيضا هذه جملة عامة جدا لا تمثل الأكترية أو أيضا نرجع منقول بالعلم لازم نكون دقيقين جدا عندما نعمل استنتاجات أولا عندما جاء داروين بنظريته التي تفسر كيفية نشوء الكائنات الحية المختلفة أولا نظريته لا تتناول كيف بدأ الخلق فهي لا تتناول وجود خالق أم عدم وجود خالق وهنا أول مغالطة بين الناس أنه يفكروا أن النظرية تطور معناها أنه أنا أنفي وجود خالق هو لا يتطرق لذلك أبدا وإذا قرأت كتابه نشوء الكائنات يرى في آخر فقرة أصلا هو بيقول أنه في قوة عظمى هي بدأت كل شيء هو فقط نظريته تطور تفسر ما هي القوانين والآليات والميكانيكية التي على أساسها نشأت الكائنات الحية المختلفة ولا تتناول كيف البدء فهي أول مشكلة لذلك يجب أن ننتبه عليها ده توضيح مهم من الغاية لكن البدء هو اللي شاغل به أوي نفسه الدين بمعنى أنه الطين اللازب الإنسان اللي خلق من طين من طراب إذن يعني إذا كان خلق مكتملا وعلى هذا النحو اللي ربنا سبحانه وتعالى أوجده للإنسانية والبشر كيف يمكن أن يكون قد مرة بمثل هذه المراحل تالية هنا المشكلة اللي بيقدمه راجل الدين في مواجهته لهذه النظرية منذ قدم يعني تمام فهلأ نجي نفسر أحكي نقطتين أول نقطة من ناحية علمية بحت من ناحية علمية نظريته تطور بتفسر كيف إجا إشي بسيط ومع الوقت زمن طويل بلايين السنين مع اختلاف البيئة اللي حوالين هذا الحياة طلعت نشأت خانون الكينات المختلفة بأشكالها وألوانها من أبسطها البكتيريا لأعقدها الإنسان وكلياتهم متصلين بالإثباتات إنه نفس المادة الوراثية اللي بتكونني أنا كإنسان بتكون البكتيريا بتكون الضفضع بتكون السمك فالإثباتات خاصة على مستوى الجزائية والمادة الوراثية تثبت ذلك قطعا كيف أنه نحن كلها أقرباء لبعضنا البعض نقام أنا مسلمة فأستطيع أن تكلم على الدين الإسلامي كعالمة طبعا كعالمة علوم ليست كعالمة الدين أنا أرى أنه ديننا هو بيوحي إلنا أنه نستخدم عقلنا ننظر حوالينا على الطبيعة ونلاحظ الظواهر الحوالينا ونحاول نفسرها وهذا سبب وجودنا نفسرها لنشغل عقلنا ونشغل فضولنا كل الآيات بالقرآن تحكي عن الحكمة واستخدام العقل وهذا يعني على ديننا رائع يعني صحيح وهذا طريقة الفهم الدين بهذه الطريقة أصلا خلتنا نكون في العصر الذهبي في الماضي نعمل كل الاكتشافات العلمية من الطب للهندسة للفيزيا للكيميا كلها أتت لأنه كان في منظومة فكرية تفهم الدين أنه يشجعنا أن نستخدم عقلنا ولا يعطينا الجواب النهائي دور الدين كيف نستخدم عقلنا ولكن لا يعطينا الجواب النهائي دايما يكون فيه هدف وشيء جديد نستكشفه كل جيل عن جيل عن جيل فهذا المفهوم للأسف اختفى الآن يعني في اللي خنقول في الوقت المعاصر وذلك بأسباب عديدة بس أنا بفسر جزء منها اللي هي يعني آخر 200-300 سنة صار في محلال للتعليم ما بقى في علماء ما بقى في حرية فكر لأنه أصلا العلماء تحتاج لبيئة تشجع حرية فكر صحيح بس دكتورنا دايما ربما يعني نحن نتكلم على الإسلام كمسالة قصصية إنما نظرية داروين قبلت من كل الأديان وليست فقط من قبل رجال الدين المسلمين لعلهم رجال الدين المسلمين مؤخر من يريد أن يعني يتفاهم مع نزيل النظرية حتى الآن خلينا نروح أيضا إلى ضفن الكبير دكتور محمد سرور الأستاذ في بيولوجيا التطور من القاهرة أهلا بك دكتور سرور لذلنا نتحدث مع دكتور عرانا حول موقف الدين من نظرية داروين إلى أي حد بتعتقد أنه في خصومة بين هذه النظرية والقصص الديني اللي يعني من لحظة التوراة وحتى القرآن قصة الخلق تبدو كانها موحدة في الأديان الثلاثة وتبدو عصية على قبول فكرة التطور بما قدمه لنا داروين بالنسبة لسؤال حضرتك أنا شايف أن الدين عموما كان في معارضة مباشرة مع نظرية التطور والحقيقة هو كان في معارضة مباشرة مع غيرها يعني هو لو نرجع مثلا لفكرة جليلي ومثلا لما قدمها برضو كانت بتعارض الدين فهي مش أول مرة ومش أول نظرية يمكن التعارض المباشر ابتدى مع ظهور النظرية في القرن 19 مع تحديدا الدين المسيحي وطبعا اليهودي وإحنا لحد النهاردة تقريبا كل المعارضات اللي بتحصل حتى اللي بتتقدم في بلادنا دايما مصدرها لو نتبحها كده هنلاقي مصدرها دايما اليمين الأمريكي لأنه بيعارض نظرية التطور بشكل صعب يعني بيعارضها لدرجة أنه هو بيرفض تدرسها بيحاول يدرس نظرية الخلق أو من وجهة نظره من نظرية الخلق اللي بيعتبرها بديلة لنظرية التطور ففكرة معارضة نظرية التطور بدأت من اللحظة الأولى من بدايتها خالص ومستمرة لحد النهاردة وتقريبا نفس المعارضات يعني هي نفس المعارضات بتتقدم في أشكال مختلفة لكن تقريبا هي وحدة بس هذا مختصرة دوتور سرور في التهاكم الشعبي العابر للثقافات والعابر للأديان اللي هو درأيه إن الإنسان أصله إرد هو يعني السخرية من حاجة زي كده ده شيء طبيعي يعني أغلب الناس عندنا من مختلف الثقافات بتبص دايما للإرد إنه هو كائن أدنى من الإنسان وده مش مع الإرد بس يعني إحنا أغلبنا في أغلب الثقافات وخاصة الثقافات العربية بننزل للحيوان إنه هو مرتبة أدنى من الإنسان وبنرفض رفض قاطع إن الإنسان يعتبر من المملكة الحيوانية وواحد من الساديات وهو واحد من القرد العليا شئنا أبينا يعني إحنا العلم لما بيأكد معلومة زي دي هو مش بيأكدها من باب إنه بيعاند في حد هو بيأكدها بناء على دراسات وأبحاث كتير بتأكد من خلال التشابه الجيني من خلال التشابه التشريحي هنا يبقى التشابه منين الإنسان اللي ربنا كرمه ومنين الإنسان من القرد الأوائل أو من القرد اللي تطوروا إلى أدميتهم أنا شايف إن ده خلط يعني إحنا بنخلط بين منهج ديني وبين منهج علمي والتنين أنا من وجهة نظري يعني لا يلتقيان ده منهج وده منهج أنا مش شايف أي تعارض بين إن الإنسان يكون مثلا مؤمن بأي دين من الأديان وفي نفس الوقت شايف العلم لي منهج مختلف فأنا مش هينفع إن أنا دايما أبقى حريص على إيجاد صلة بين الاتنين لمجرد إن أنا بريح حاجة معينة فيها يعني ده مش مطلوب وأنا شايف إن ده شيء خطأ جدا دكتور سهور بيقول لنا إنه العلم والدين لا يلتقيان وإن ده لا يضر المتدين المتدين يرى أنه الدين يشمل العلم وهو الذي يقود العلم ولا يمكن أن يأتي علم يناقض الدين ما بلك بعز ما يملك الدين وهو خلق الإنسان والآدم اللي ربنا علمه الأسماء كلها القرآن الإنجيل التوراة إجماع على قصة الخلق فلا يجرح هذا يعني الشخص المتدين وهل توافقين على أن العلم والدين مسيراني لا يلتقيان؟ الحقيقة لا أنا أنظر إليهما لا مش بهذه الطريقة لا بهي ولا بهي ليس أن الدين والعلم نفسهم مع بعض ولا أن هذا غير هذا أنا أنظر أن الدين له هدف وهو كيف أفكر كيف أتعامل مع الكائنات الحية كيف أعيش بحياة مجتمعية ما هي الأخلاقيات الحياة هذا دور الدين وبالتالي هو يقول لي استخدمي عقلك والعلم هو الطريقة اللي من خلالها أستخدم عقلي فالدين بيقولنا استخدمي الطريقة العلمية أنظر تفكر والعلم اللي هو لما أستخدم هذه الطريقة العلمية بيطلع معي النظريات فالنظريات أو النتائج التفكير العلمي ليس بالضرورة تكون ولا هي هدفها تكون موجودة في الدين الدين بيعطي البروستس كيف أفكر طب لو بتتعارض مع الدين يا دكتورة لو بتتعارض مع الدين نعم ليه سعيتها حلو حلو إذا بعد ما أنا تبنيت الدين اللي بيقول لي كيف أفكر وكيف أعمل وكيف أخلاقيات أتعامل مع الاكتشافات والعلم أعطاني نتيجة إذا إذا لاحظت أنه فيه على ما يبدو تعارض بين نتيجة علمية اكتشاف علمي نظرية علمية مثبتة وشيء في الدين أولا أولا أتأكد من العلم تمام لأن العلم نتيجة إنسان وتفكير إنسان إذا كأدنى من العلم مثلا نظرية التطور أو نظرية نسبية أو 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 نرجع للدين الدين ما هو الدين الدين الكتاب خلنا نقول بغض النظر عن الأديان الكتاب كلام رب العلمين على عيني وراسي ولكن من يفسر الكتاب أو الآيات هو إنسان بالتالي الإنسان يخطأ ويصيب فبالتالي إذا إنسان فسر آية أو شيء بشيء يبدو يتعارض مع اكتشاف علمي ممكن تفسير الإنسان كان فيه خطأ مش أصدن مش أصدن يعني ضمن المعلومات اللي عنده وضمن الكذا ونجد كثير من التفسيرات للآيات أنا بحكي بالدين الإسلامي من الماضي من قبل ألف سنة طب العلم تقدم ممكن الواحد يجد تفسير جديد لا يتعارض مع العلم فهنا بيجي إنه الإنسان ممكن يصيبه يخطأ في تفسيره للآيات فهذا لا يطعن أبدا في نفس الآيات صح؟ إنما هي التفسير وهذا الإنسان ولكن يجب ننتبه نقطة معينة واللي هي الأصل إنه أنا لا أبحث في الكتاب عن إثبات علمي لنظرية لأنه ليس هذا هو هدف الكتاب هدف الكتاب هو كيف بقصة حياتنا هدف كورا رانا في التعامل مع الترات الإسلامية اللي بتعتقد إنه النص الديني هو نص في العلوم وفي الهندسة وفي التكنولوجيا وده أمر يعني وبيئيس عليه العلوم الأخرى كان عايزة أروح لدكتور سنور مرة أخرى دكتور محمد سنور وهو بيكلمنا عن نظريت داروين أو الخلق أو النشوء والتطور إلى أي حد إحنا بنقول إنه يعني قياسها بشكل علمي حولها من مجرد فرضية أو نظرية إلى حقيقة ثابتة يعني إيه العنوان الأشهر في هذه الحقيقة يعني يعني لما حاجة بتقول إنه المملكة الحيوانية كلها إحنا جزء منها كبشر هاي الحاجة بتكلمني عن إن التطور لاحق بالكائنات الحية جميعا مش بس الإنسان إنسان جزء من هذا التطور إيه العنوان الأكبر لنظريت للتطور هنا هو العنوان الأكبر لنظرية التطور هو نقدر نقول إنه هو جيه في مراحل وراء بعض يعني كان مرحلة داروين ما هيش أول مرحلة هي أهم مرحلة طبعا لكن المرحلة الأهم على الإطلاق هي المرحلة اللي جات سنة 1930 مع الدمج اللي بين نظرية داروين أو الفرضيتين اللي قدمهم داروين الخاصين ب إن الكائنات بتتطور بالتغير عبر الزمن والفرضية التانية اللي هي إن الآلية اللي بيتم بيها التطور آلية الانتخاب الطبيعي دول الفرضيتين اللي كان قدمهم داروين وأثبتهم بأدلة كتير خطوة الأهم لما دمج الشغل بتاع داروين ده مع الشغل الانتخاب الطبيعي ببساطة هو البقاء للأصلح يعني لو أنا مثلا عندي نوعين من الأرانب نوع مثلا لونه أبيض ولون ونوع لونه مثلا بني واللي اتنين عايشين في منطقة جاليدية مثلا وفيها نوع من الزئاب حيفترس الأرانب فهو طبيعي إنه حيختفي عنه شوية الأرانب اللي لونها أبيض وفي حين اللي لونها بني مثلا هتبقى يعني أكتر وضوحا فبالتالي حيتغزع لهم هما أكتر فالبقاء هنا المين للي لونهم أبيض لأن عندهم ميزة ساعدتهم على البقاء أكتر دي فكرة الانتخاب الطبيعي البساطة تتطور اللي لحظ ساعدتهم 30 دكتور أنا عايزة تعمل إضافة بس بدي أوضح كلمة 130 أتفضلي أوضح بس كلمة إنه هي البطاء بقاء للأصلح ضمن البيئة يعني اليوم البيئة بتفضل الأرنب الأبيض بكرة البيئة بتفضل الأرنب البني فهو ليس الأصلح لزيته الأفضل إنه الأصلح في علاقته مع الميئة أيها هذا متغير دائما اليوم بيكون مفيد بكرة بيصير مش مفيد هكتير مهمة النقطة فضلوا عفوا صحيح تماما اللي حصل في 1930 تمام اللي حصل في 1930 هو ظهور العلم اللي هو علم بيولوجيا التطور اللي هو بيتدرس لحد الوقت في صورة حاجة اسمها evolutionary analysis ده جي نتيجة دمج الشغل بتاع داروين مع الشغل بتاع مندل لأن الشغل بتاع مندل فضل فترة طويلة جدا مختفي محدش يعرف عنه حاجة ولما ظهر واندمج مع الشغل بتاع داروين قدم حل لمشكلة من المشكلات اللي كانت موجودة في النظرية من وقتها نقدر نقول أن كل الفرضيات اللي كانت لسه في إطار فرضيات مسبتة اتحولت لنظرية علمية ونظرية علمية يعني إحنا في العلم لما بنتكلم على نظرية إحنا بنتكلم على أعلى درجة من درجات المصدقية بمعنى أن النظرية العلمية دي حاجة عبارة عن فرضيات تم إثبتها بمزيد الأدلة وفي نفس الوقت بتقدر تتوقع تعمل توقعات ونقدر نختبر التوقعات دي وبتنجح وكل مرة بنختبرها بتنجح دي معنى كلمة نظرية علمية فنظرية التطور زي لما بنتكلم على نظرية النسبية النسبية العامة النسبية الخاصة زي ما بنتكلم على نظرية الخلية خلاص هي شيء في المجال العلمي مفيش عليه اعتراضات هنخرج بره المجال العلمي هنلاقي على السوشيال ميديا اعتراضات زي ما احنا عايزين لكن جوه المجتمع الفتاوى كثيرة بقى مفيش اعتراضات إنما في العلم في حقائقه الموضوع انتهى أغلق لا إلى حين صدور جديد يعني لكن خلينا نروح إلى دكتورة رانا دي جاني أسألها عن أحد شيوخنا الشيك أو الدكتورة عبد صبر شاهين في كتاب شهير له اسمه أبي آدم حاول يوصل لصياغ التفاهم طبعا يعني هجم عليها وهو واحد من الأسماء المحسوبة على طر الإسلام السياسي لكن هجم حتى من تنظيمه أو من طياره لما قال إنه آدم هو أول البشر لكن ليس أول الكائنات وحاول يتوافق على إنه يعني نظرية داروين يمكن فهمها بشكل إسلامي إلى أي حد تبعتي مثل هذا الطرح أو مثل هذه الأفكار التي قيلت الحقيقة أنا عالمة بيولوجيا يعني لا أقرأ يعني ما عندي خبرة ولا أقرأ بالطروح اللي هي بتحاول تعمل خلقوا التسوية بين الأمرين لأنني أنا أصلا يعني ما 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 حب أكون من الناس اللي بدون يقرب بين التنين أنا وصفت كيف بطلع على الأمر إنه هذا بيعطيني كيف أفكر وهذا بيعطيني النتيجة اللي بناء عليها باقي ومحياتي ولكن أنا برأي شخصي العلم بيقولنا إنه الكائنات الحية كلها متصلة كلها متشابة كلها مع عائلة واحدة بالقرآن وبالدين كلها عبر كيف أنا أعيش حياتي وقصص من الواقع الحقيقي كيف أنا أعيش حياتي من التاريخ الحقيقي ولكن مش هدفها أبحث فيها إنه هذا كان هذا تفسير علمي وهذا شو تفسيره العلمي ليس هذا هدفها ممتاز دي قاعدة يمكن الانطلاق منها في التعامل مع العلم كافة مش نظرية داروين بس فيما يخص علاقته بالدين أخيرا أسأل الدكتور محمد صرور حول هذا القبول المسيحي أخيرا الفاتيكان بيقبل بفكرة نظرية داروين ويتعامل معه بشكل في رحابة وقبول بينما لم نسمع من مؤسسات دينية إسلامية هذا القبول أبدا حتى الآن هل لديك كعالم أيضا هنا يعني مش بك رجل دين بالتأكيد كعالم هنا نظرة إلى يعني هذا التفاوض في الأمر والله يعني أنا بشوف أن يمكن الموقف بتاع الفاتيكان جاء نتيجة تجارب سابقة يعني أنا بفسره في إطار مثلا موقفهم من جليليو يعني موقفهم من جليليو كان معروف طبعا وأخطأوا فيه خطأ جسيم وبعد كده صححوه بعد مئات السنين فأنا أعتقد أنهم يعني حاولوا يحلوا المشكلة بتاعت الإنكار يعني أصلا أنا دلوقتي قاعد كدولة زي دولة الفاتيكان دي دولة جوء أوروبا فأنت بتشوف كل يوم أدلة بتشوف دوريات نشر للبحث العلمي كل يوم بتضيف جديد على موضوع التطور موضوع التطور وصل دلوقتي المرحلة أن إحنا تجاوزنا النظرية نفسها وبتدينا نشوف تطبيقاتها يعني إحنا دلوقتي فيه تطبيق مثلا في مجال الطب اسمه Evolutionary Medicine ابتدينا نشوف تطبيقات في الصيدلة ابتدينا نشوف تطبيقات في الزراعة فالموضوع خلاص فعلا وصل لمرحلة أنك مش هينفع تنكره هو داخل في كل مجال من المجالات بتاعت الحياة فأعتقد هو موقف حكيم جدا في أنه هو يوقف في حتة الإنكار للأسف للأسف ما هو الإنكار سهل يعني الإنكار دايما سهل الإنكار للعلم يعني ممكن دكتورة معاك يا فاند فقط لا بدي أقول إحنا في الدين الإسلامي ترى كان في نظريات شبيهة فرضيات شبيهة بالنظرية تطور من أيام الجاحظ وما كانت عندها المشكلة وإخوان الصفا وإبن سيباوي وحتى إبن سينة لا مش لدرجة كما كانتش عندنا مشكلة دكتورة لا إحنا فقهائنا وإمتنا كفروا هؤلاء العلماء والتهموهم بالهرتقة وبالإلحان ومنع علومهم يعني لم يكن العلماء في العصر الإسلامي موضع يعني اكبر وتعظيم من قبل الرجال الدين وفقهائهم برضو وكم من عالم حكم وطورد يعني السجل ليس أبيض إلى هذا النحو يعني صح ولكن هذا التالي حتى أيام لما طلعت نظرية داروين عندك الجسر في لبنان كان ما عنده مشكلة بنظرية داروين فهي الإشكالية الحقيقية طلعت من الدين المسيحي لأنه رفضهم للنظرية لبعض السكت تبعون دين المسيحي لأنه إذا بدي أصدقها بدي أقول أنه عمر الأرض ليس ستة آلاف سنة وا 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 فنحن ما كان عندنا إشكالية أنا كدين إسلامي قلليه إيجابي إيشي نحن قريدي كنا نعرفه كمسلمين ما كان عندنا مشكلة تمام؟ ولكن الجهل اللي صار بالآخر تلاتمائة سنة في العالم الإسلامي أدى أنه نحن نستعمل نظريات الرجال الدين المسيحي اللي حاربوا نظرية التطور مع أنه لو رجعنا نحن لمنظومتنا الفكرية ما كان صار هذا الإشكال ولكن الإشكال الآخر أنه الغرب استخدم نظرية داروين ليبرر فيها الاستعمار فهو استخدام نظرية لهدف مش منيح وهذه بتصير دائما وإحنا استخدمنا ديننا على سبيل نحن نقدر نغزو الدول الأخرى عشان ندخلهم إلى الدين الإسلامي الدين القاتل في كل حرب تستخدم أدواتها الدينية بطريقاتها دكتور سرور سؤال أخير فيما يقص ما طرحته دكتورة رانديجاني وهو أمره جلل حقيقة الأمر يعني هل إحنا كثقافة عربية تقبلت أسرع هل إحنا كثقافة عربية ما كانش عندها مشكلة زي الثقافة الغربية اللي هي ظهرت منها الفكرة وظهرت معايدات الفكرة لا الحياة معترض مختلف مع دكتورة رانع أنا شايف إن إحنا للأسف يعني اعترضتنا كتير جدا من البداية برضو ويمكن آه كان فيه أفراد طبعا يعني كان فيه أفراد في العالم العربي خاصة في مصر ولبنان حاولوا إن هم يلاقوا طريقة للقبول يعني لكن للأسف ده ما نجحش يعني اللي نجح أكتر هو الاعتراض والاختلاف والإنكار وما زلنا لحد اليوم يعني لحد اليوم ندخل بس كده نشوف أي صفحة من الصفحات اللي بتتكلم على نظرية التطور وحنشوف رد الفعل بتاع الناس عامل إزاي من أول الأفراد العاديين لحد الناس اللي بتتكلم من وجهة نظر عقائدية أو غيره هنلاقي لا للأسف فيه اعتراضات كتير جدا إحنا آه صحيح بننقل الاعتراضات التفصيلية بتاعت اليمين المسيحي لكن إحنا بنضيف عليها وبنضيف عليها من نصصنا يعني من نصصنا المقدسة دكتورة رانا ذكرت مثلا الجاحز وإخوان الصفحة إخوان الصفحة والجاحز الجاحز مثلا في كتاب الحيوان هو بس قدم توضيح للتشريح يعني التشريح النفيع في التاريخ الإسلامي كان فيه علماء يعني قبار جدا وهما يعتبر كانوا بداية العلم التجريبي يعني لو شئنا لدقة آه كان هما بداية العلم التجريبي حقيقي لكن للأسف زي ما حضرتك ذكرت كان موقف الفقهاء في زمنهم كان صعب جدا يعني يعني يمكن أفزع بمراحل من دلوقتي يعني يمكن دلوقتي الموضوع في حدود النقاش في حدود رأي وإنكار لكن في وقتهم كان بيتم يعني معاملتهم معاملة صعبة جدا دكتور محمد صنور أشكرك للغاية دكتور أراني ديجاني شاكر للغاية هذا الحوار المهم والممتع إلى الفيديوهات يعني العلم التحقق ونجح وثبت وتطور وبنيت على هذه النظريات العلمية حقائق مهمة للغاية وتطورات وتكنولوجيا واختراعات اكتشافات وعلاجات ومع ذلك لا يزال الفهم الديني مشتبكا عند اللحظة الأولى لسه متمترس عند الإنكار والرفض والجهر بالعداء تعالوا نشوف نظرية داروين نظرية كفرية فهي مخالفة للقرآن فإن نظرية داروين مما تدعو إليه وتقرره أن أصل الإنسان قرد وقد أخبر الله أن أصل بني آدم هو آدم عليه السلام وأن الله خلقه إلى غير ذلك فهي نظرية كفرية لأسباب من هذا السبب فلذا لا تجتمع مع الشريعة الإسلامية فمن حاول أن يجمع بينها وبين الشريعة الإسلامية بتأويل يُعذر به ويعلم أن الأمر ملتبس عليه فإنه لا يكفر أما إذا أما إذا لم يكن أمر كذلك وإنما اعتمد هذه النظرية وأتى بأعذار واهية فإنه يكفر لأنه مكذب القرآن التكفير هو الحل على طول أسهل شيء التكفير أقرب إلى الشيخ الإسلامي من منديله يعني طلع منديله عشان يعني يعتص فيه واللي يبسق فيه واللي يعني يخرج مخاطه فيه التكفير أسهل يعني مش مثلا يقول فهم ملتبس لا كفر على طول أقول الله لو حاسن إن هي وهبل وبيقول إنه يعني النظرية دي ممكن تبقى إيه بس مش ياخد بال يعني يعذر وينفهمه وغلطه إنما لو عالم يعني اتنين اللي قابلنا من العلماء في الحلقة اللي فاتت في الفقرة اللي فاتت دي بالضبط دكتور سرور ودكتور أرانا طبقا للشيخ عزيز الرئيس ولا الفقه السلفي أو الشيخ السلفي ده كفر إيه ده يعني فهموا للقرآن تصوروا إن القرآن نظرية علمية هو اللي يخليه في الآخر يوزع سكوك الكفر على العلماء اللي هم بيقولوله يعني إنه مش بس دي حقيقة علمية ده إحنا بنين عليها اختراعات اكتشافات وهدسة مراسية وهدسة لكن لا فائدة لا يمكن مستحيل هذا أمر دونه خرط القتاد قتاد يعني الشوك والخار دي هيتقطع الشوك يتقطع الشوك شو بقى حجم الدم اللي سيسيل من جسمك ونتي هيتقطع الشوك يلا بينا انت حاوز تقوللي الإنسان كان أصله حيوان والحيوان كان أصله نبات والنبات كان أصله خلية عشوائية والخلية العشوائية كانت أصلها شوية مواد كيميائية حين فيش ولا عالم قدر يحقق الكلام ده خالص فالكلام ده الغاية دلوقتي العلم ضده طب هتقوله بس ده 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 ماشي في العالم كله ده العالم كله بيقول الإفوليوشن والتطور خلاص لغى ربنا وبتاعه ما هو شوك للشيطان ما هو الشيطان اسمه الكذاب وأبو الكذاب يطلع بكذبة كبيرة والعالم كله يمشي وراء والناس تتحب الكذبة يعني هي كذبة ولا هو ما ثباتتش خالص والعلم ضدها إذا كان العلم هو اللي بيقولها يعني التنقض والارتباك كل ده العنوان الأساسي للعداء للعلم للتصور أنه أنت تملك يعني فاهمك للدين والتصورك للدين هو الفهم اللي أنت واقف عنده ومتمترس عنده وعندك هذا العداء القديم الأساسي الرئيسي للعلم وكأن آلاف السنين لم تمضي كأن مئات السنين لم تمضي كأنه لسه هيحكموا جاليليو وكوبرناكس لسه هيجلدوا الرازي ولا هتهموا جامل بن حيان أنه بيعمل سحر كأن شيئا لم يتغير حتى الآن هيا بنا إلى نظرية التطاق وبالمنازمة مين قال لهم أن النظرية بتقول إيسان أصله إرد مين ابني لازينة فهمهم بالكلام ده قاروه فين ده وما غالبا ما قاروش حتى النظرية يلا نمشي على النظرية إذن معنا عبر الأقمار الصناعية من مصر دكتور والعلم الكبير دكتور سامح سعد وأستاذ الفيزياء الحيوية دكتور سامح منورنا يا دكتور أهلا بيك شكرا جدا دلوقتي يعني رجل الدين متمترس حول نظرية الطين اللازم اللي خلق منه آدم إنه آدم أول البشر إنه آدم كما جئ في عهد الأديم وفي القرآن الكريم بينما نظرية النشوء والتطور أو نظرية داروين الاسم الأشهر يعني اسم التجاري لها يعني تقف ضد هذه المنظومة أو هذا الفهم الديني إلى أي حد إحنا أصاد تناقض ولا إحنا أصاد فهم خاطئ ملتبس للنظرية نفسها من قبل رجال الدين عبر مئات السنين في وقع الأمور أنا أميل إلى الإيمان بأن المشكلة تكمن عند التفاصيل وعند التعريفات المنضبطة لما هو معنى العلم وما معنى الدين هناك مشكلات كبيرة يعني متعلقة بفهم العامة لما هي نظرية التطور ومدى تقاطعها مع المفاهيم الدينية في واقع الأمر طبعا يعني اللي إحنا بنشوفه هو أن الناس تنظر إلى تفسيرات يعني كثيرة متعلقة بالتفسيرات الحرفية لخلق الإنسان أو الحياة بصفة عامة طبعا المشكلة تتلخص أساسا في مسألة الإنسان وليس في خلق أو باقي الخلق يعني ما فيش مانع عند الناس كتير أو أنها تقبل أن التطور قد حدث حتى وصلنا إلى مرحلة الإنسان الحكيم أو الإنسان الحالي وده ينتج من مسألة الجمود الشديد في فهم النصوص الدينية وطرحها إلى كونها مصدر من مصادر التفصيلات العلمية ده هو السبب الأساسي وسبب الصدمة الكبيرة التي حدثت لدى كل المؤمنين بالتفسيرات الحرفية للنصوص الدينية طبعا من يرى الأمر على حقيقته يرى أن نظرية التطور هي نظرية علمية والنظريات العلمية هي نظريات تقوم على الكثير من المشاهدات والتجريب والبيانات ولا يجب أن نرفضها فقط لأنها متعارضة مع فهمنا لبعض النصوص الدينية لذلك أنا أرى أن هذا الصراع هو صراع عبثي مصيره إلى الزوال مصيره إلى الزوال ربعه بشكل عملي بشكل أن البشرية تتجاوز هذا الخلاف لصالح التقدم العلمي لكن في المحصلة بيفضل في النفس المتدينة هذا الشك والتشكيك في العلم هذا الرفض والعداء لأي تطور علمي التمطرس حول فهم رجال الدين يعني وكأنه مكتوب علينا أنه لهذا الانقسام يظل موجودا ولو معنويا إنما المشكلة الحقيقة ليه المواطن مش عايز يقتنع إن العلم اللي هو ترجم نظرية التطور إلى إختراعات وإكتشافات وعلوم كثيرة لا يزال مصر على إن الواعز اللي في الجامع أو الواعز اللي في الكنيسة اللي ضد هذه النظرية هو الأحق والصح بكل تأكيد طبعا يعني هو المشكلة أن العموم من الناس يعني ينتظرون من يلقي لهم بالحقائق ولا يستطيعون أن يبحثوا عنها بشكل يعني شخصي وبالتالي من الصعب جدا أن هم يقبلوا بحقائق تتضاد مع ما يقال لهم في دور العبادة يعني بشكل أو بآخر يجب ودي معركة كبيرة هي ليست معركة يعني هي ليست معركة بسيطة وليست معركة متعلقة بنظرية التطور فقط طب لو نحن نتوقف لها عند نظرية التطور من المفاهيم العلمي كعينة هتشرح للمواطن المتدين أن النظرية دي لماذا لا تخاصمك وجدانيا تقوله إيه؟ الحقيقة هقوله يعني أن العلم يبحث عن أصل الحياة وأصل الإنسان وأن النص الديني ليس نصا علميا تجربيا ولكنه نص يعني يحاول أن يعطي لنا مفهوما عاما عن ما هي الكون وعلاقتنا بالله وعلاقتنا بالآخر لا ينبغي أن نأخذ النصوص الدينية خاصة أننا نعلم أن النصوص الدينية يعني معظمها يعني تأويلي الدلالة وليس قطعي الدلالة وبالتالي المفاهيم وفهم الإنسان للأمور يجب أن يتطور مع الوقت وأيضا يعني من ضمن مساوغات رفض أو قبول الأحاديث مثلا النبوية هو يعني ليس فقط السند ولكنه أيضا المتن يعني بمعنى إذا ما تنافر حديث مع ما هو ما ثابت بالعقل يعني فينبغي يعني رفض هذا الحديث وده شيء من أصول الفقه وليس يعني تأليف خاص بينا أو بيا أو وهكذا ولكن في الواقع يجب الأول النظر إلى ما هي نظرية التطور ولا ابن تيمية ولا كثير من المحدثين يعني بيعتبروا أنه الحديث صح حتى لو ضد عقلك أنت مين عقلك أصلا عشان تقوله أنه غلط ما هو ده التماترس بقى هو اللي حضارك بتتكلم عليه التماترس حول رؤية معينة يعني هذه الرؤية كرسها التاريخ ولم يكرسها العلم زي مفهوم أنه الإنسان عصره إرد وأنه نظرية داربون يتم اختصارها في هذه الجملة منين جات يا دكتور سامح؟ وبرضه لو حد بيقولك ده النظرية دي بتقول الإنسان أصله إرد برضه الرد العلمي عليها إيه؟ وطبعا رد العلمي يعني فيه فهم خاطئ هو ليس الإنسان أصله قرده ولكنهما يشتركان في سلف مشترك يعني الحياة عموما على كوكب الأرض نمتلك الأدل المتركمة التي تدل على أن فيه شجرة حياة موجودة على كوكب الأرض وأن الأشكال المختلفة للحياة قد تفرعت من بعضها البعض سواء هذا التفرع قد تم في الماضي السحيق أو في الماضي القريب ولكن ينتظم هذه الأنواع ما يسمى بسلف الأسلاف المشتركة يعني القردة هي جزء من القردة العليا وتفرع وهي تنتظم مجموعة من أنواع القردة وتفرع عنها وتفرع عن سلف مشترك معها الإنسان الحديث وطبعا فيه أنواع أخرى من الأناسين اللي هي ظهرت في الفترة ما يقرب من 5 إلى 6 ملايين عاما ماضية ويمتلك السجل الأحفوري العديد من القطع التي لا تقبل الشك يعني بتنم على حدوث ما يسمى بتطور تشريحي أدى إلى تطور وظيفي لدى هذه الأناسين بشكل متطور متوافق أو متسق مع ازدياد حجم المخ بشكل تدريجي إلى أن ظهر الإنسان الحديث فيما يقرب ما بين 200 ألف و300 ألف سنة مضت وهذا الأمر يعني إحنا هذا الإنسان الحديث وبالتالي مسألة أن الإنسان أصله قرد هي مسألة يعني تستخدم فقط لإصارة المشيعة السيئة ضد هذه النظرية التي أصبح لتشيير حظة لكن لما أروح إلى علمنا بقى الأستاذ هاني سليم مخضر والباحث في الفلسفة والعلوم عبر السكايب من أستراليا وقوله الكلام اللي هنا دكتور سامح سعد فيما يخص الإنسان الحديث هم ودبأة اللي بيستفز المتدين اللي هو قدامه نفخنا فيه من روحنا واللي قدامه أنه إحنا من طين اللازف فانت جاي تقولي أنه مراحل خلق غير دقارس غير اللي أنا أعرفه غير اللي بيتألي في القرآن أو في الإنجيل والتوراة برضو مرة أخرى نعود إلى المربع صفر وهو الصدام بين ما يأتي به الدين وما يثبته العلم والله يا أستاذ إبراهيم الموضوع هذا يتلقص في الفهم للنص الديني لو كان الفهم للنص الديني هو فهم حرفي وليس رمزي أو معنوي هنا بيحصل الصدام المسيحية مرت من هذه المشكلة لفترات طويلة جدا ولكن تم عمليات المصلحة مع العلم والكنيسة الكاثوليكية أقرت بنظرية التطور لأن هناك أصبح مجال وفي مساحة في القرن الواحد وعشرين لفهم النص الديني بطريقة رمزية ومعنوية وليس بطريقة حرفية لو صممنا على الفهم الحرفي لما قيل هنقع في مشاكل كثيرة الحقيقة طيب إذا كان الخلاف دائر حتى الآن على نشأة الإنسان والإنسان الأول الانفجار العظيم نفسه وكيف يمكن قبوله دينيا وكيف يمكن التعامل معه برضو كنظرية علمية بتكلم عن ناشئة الكون وأنا عندي ستة أيام وعندي خلق ربنا بيحكيه في الكتب السماوية العلاقة هنا تتقدم للمتدين أيضا على أي نحن والله موضوع بداية الكون ده فرصة أحسن للشخص المتدين أنه يعطي مساحة لإله لأنه قبل البيج بانج أو قبل التمدد العظيم وليس الانفجار العظيم لأنه لم يكن انفجارا الحقيقة كان أينشتاين بيتكلم عن شيء اسمه الكون السرمادي الأزلي وهذا النوع من الأكوان هو لا يحتاج إلى صانع فكان يعني يفسر نفسه بنفسه فيأتي راهب بلجيكي اسمه اللوماتغ وهو اللي أتى بنظرية البيج بانج وبعد كده عضدت بقبل مشاهدات كثيرة علمية هي تعطي المجال أن هناك شرارة أولى بدأت يعني تعطي مجال لوجود صانع أو أركتكت أو مهندس فهي بالأحرى تعطي مساحة كبيرة لوجود صانع ولكن دلوقتي النقاش محتد حوالين هل فعلا البداية هي كانت البداية الأصلية لكل شيء ولا كان فقط الكون المحلي اللي احنا نعيش فيه لكن لأن يبدو أن الكون اللي احنا نعيش فيه ليس هو الكون الوحيد ولكننا نعيش في مجموعة أكوان ممكن أن تكون لا متناهية مرة أخرى أنا يعني عايز أعكد على النقطة دي يا سيد هاني متسائلا يعني حكاية دوران الأرض في حول الشمس الجاذبية كل الأمور اللي بدأت وكأنها اكتشافات صدمت العقل المتدين أو هاجمها رجال الدين بل وحاكموا أصحابها وقتلوا أصحابها حتى الآن رغم الثبوت العلم اليومي المترجم في اختراعات وإكتشافات وعلاجات ونظريات وكل ذلك لا يزال هناك من يعني يعتقد الأرض مسطحة ولو فتحنا هنلاقي مجموعات على الإنترنت من مشارق الأرض ومغاربها عابرة للثقافات وعابرة للأديان وعابرة للمجتمعات عايزة فسر العقل ضد العلم ده أو يعني ما الذي يحمل من أسباب كي يكون على هذه الدرجة العصية من القبول بالعلم الله يا أستاذ إبراهيم إحنا ورثنا يعني شيء هو أفدنا كثيرا في المراحل الأولى في عمر الإنسان وهو الفكر أو الاعتقادات اللي هي لا تمت للواقع بالصلة وهي تعبر عن الإيمان فالإيمان بالأشياء كان يعني شيء حفز على بقاءنا على الحياة حتى ونتكون هذا الاعتقاد مطابق للواقع وكان هذه الفكرة تستطيع أن تجمع حواليها مجموعة كبيرة من الناس وكان الموضوع ده كفاية أنه يخلي هذه المجموعات من الناس أن تبغى على الحياة ولكن الأمر اختلف دلوقتي على المجموعات الإنسانية أن يكون عندها معتقدات مشابهة للواقع الخارج ولكن أنا متفاهم تماما لأن مثلا واحد زي إصحاق نيوتن الذي قام باكتشافات يقال عنها في خلال 18 شهر أنه خرج باكتشافات تحتاج مئات العلماء لمئات السنوات وكان هذا الشخص فقط 10% من أعماله هي أعمال علمية وال90% من أعماله هي أعمال جريبة يتكلم عن الخيمية ويتحويل المعادن الأصيرة إلى ذهب وإذا عرف زوايا المعبد اليهودي اللي كانت هد في هذه الفترة كان سيعرف أسرار كثيرة في الكونيات وفي العالم فللأسف المخ الإنساني والغاية دلوقتي نعاني مع هذه المشكلة أنه يحول كثير من الفكر الخرافي والفكر الإيماني وأعتقد الموضوع ده محتاج وقت طويل عشان نتخلص منه الفكر الخرافي أو الفكر المعتمد على الغيبيات نتكلم عن موراق الطبيعة كل ده مش كان أقرب يا دكتور سامح سعد إلى أنه يسهل على العقل استعاب المنتج العلمي المنتج العلمي اللي فيه الطيارة بتطير في السماء التليفون اللي بيتواصل عبر الكرة الأرضية يعني إزاي الإيمان بالخيال ده وبالمورائيات ينتهي دكتور سامح سعد إلى رفض للعلم والتطور العلم والله مفرقة هام للغاية يعني يا أستاذ إبراهيم يعني نجد أن الأمر لا يتعلق تعلقا مباشرا بمستوى التعليم ولا يتعلق تعلقا مباشرا مباشرا يعني بمستوى تحضر الفرد فنرى أن في أستاذة الجامعات خاصة أستاذة في كليات زي كليات الطب وكليات العلوم وهم لا يؤمنون بنظرية التطور بصفة عامة يعني الشخص العادي يعني يستخدم منتجات التكنولوجيا الحديثة يعني يستخدم العلاجات الحديثة ولما تقوله أن كل الطب الحديثي يعتمع اعتمادا أساسيا على نظرات التطور ينظر لك شزرا يعني وأن أنت بتتكلم كلام مختلف هذا التناقض الواضح يعني فيما بين الفكر والنظرة النفعية للعلم يعني هي أمر متعلق في رأيي الشخصي بالتعليم المشكلة أن أنت الطفل الصغير يعني أثناء نموه العقلي ونموه المخ عنده وهو يصل إلى مرحلة تتخطى 19 عام الأولى في عمره يعني يتلقى العديد من المفاهيم المختلفة الإنسان يعني بخياله وبحثه عن الحقيقة يعني لا يهدأ إلا لما يكون عنده نظرية واضحة عن اللي حوالي يعني أنت بتسقي قدر من النظرية بغض النظر عن مدى منطقيتها يعني عن كل الأمور المحيطة بكيف تفسرها كيف تمضي لتفهم العلاقة ما بينك وما بين الكون وما بين التكنولوجيا وهكذا ثم بعد ذلك بعدما يعني هو يعني يخلص تعليمه المبدئي ويخلص حضوره ليه يعني الجلسات الدينية وخلافه يبدأ بعد ذلك في التحصل على بعض المعلومات التي تؤدي به إلى نظرة عدائية جدا للعلم نظرا لأنه هو بيصطدم بأشياء مخلفة لما هو يعني ربي عليه فالقضية أن المجتمعات التي استخدمت نظرات التحليم فالتقافات وعبر للمجتمعات يعني معقولة ما أطلقا أنا كشاب لغاية 19 سنة في كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية كان في الشرقية في محافظة في مصر أو في لبنان أو في سريلانكا أو في اليابان يعني لأن هؤلاء ممن يرون في الأرض لا تزال مسطحة أو إنه نظرية ضر والنظرية غير صحيحة ومنتشرين في كل الدنيا يعني لا يوحدهم تعليم ولا يوحدهم دين ولا يوحدهم طبقة بل توحدهم إنسانياتهم طبعا طبعا هو يعني فيه تفاوت في مدى إيمان يعني هناك إحصائيات يعني لمقدار الاقتناع بوجود نظرية التطور أو أي نظرية أخرى زي نظرية الخلق المباشر أو الخلق الزكي وهكذا وهي متفاوتة ما بين المجتمعات المختلفة وده طبعا له تأثير يعني أولا مستوى التعليم مستوى الثقافة العامة هو التعليم مش دايما هو الأساس لكن فيه أيضا هناك البيئة العامة والثقافة العامة وده متفاوتة من مجتمع لآخر فإحنا نرى مثلا أن نسبة تتخطط 90% في كتير من مجتمعاتنا الشرقية لا تؤمن من نظر التطور وتعتبرها نوع من أنواع الكفر أو الخروج عن الملة طيب أنا عايز أسأل بينما يعني النسبة دي تقل إلى 30% يعني أنت دكتور سابح بيقول أن الأمور نسبية أنه مختلاف في النسب لكن القريطة موجودة بذات التقاسيم في كل الدنيا يعني عايز أسأل هنا يعني أستاذ هاني هل إحنا لما بيلاقي أطراف كثيرة في القرى الأرضية بترفض الفاكسين لكرونا وتحارب ضده وتعمل مجموعات ضده ترفض هو نفسها دي هي ابنة وحفيدة من يرفض التطور والنشوء التطور من يرفض حركة الأرض ضوران الأرض برضو مرة أخرى العلوم بتتقدم بشكل صارخ بينما لتزال البشرية متشبسة ببدائيتها فعلا أنا أتفق كثيرا مع ما قاله الدكتور سامح يعني أن العقل الإنساني تطور حتى يعني يكون هناك سبب لكل شيء أن دايما فيه ايجنسي أو فيه شيء وراء أي صوت أو أي حركة وإن لم يكن هناك رد يحاول الإنسان أن يخلق قصة لتكون الرد على هذا التساؤل ودي بتسبب مشكلة كبيرة وأدت إلى الفكر المؤامراتي اللي هو فيه مجموعات كثيرة يعني عندك الكيانون في الولايات المتحدة فيه مجموعة في الولايات المتحدة بتعتقد أن العالم يحكمه السحالي مجموعة فضائية تلبس أقنعة وهي في الأصل السحالي وتحكم العالم يعني ودول المجموعات يعني دخلوا في الأثناء المشكلة ترامب نعم بالطبع فللأسف هذا النوع من أنواع التفكير مسيطر ولكن زي ما قال الدكتور سامح تستطيع أن تكون هذه الملاحظات قليلة أو ندرة في المجتمعات يعني مثلاً لما تروح تشوف المجتمع الإسكندنافي بالذات النرويج والسويد وهذه المنطقة هتجد التقافي العالي جداً بسبب الثقافة العالية جداً اللي بتعاد عن الفكر الخرافي عالي جداً هتلاقي أن معظم هذه المشاكل تكمن أكثر في الأولاد المتحدة الأمريكية إذن لا توجد سحالي يعني في دول اسكندنافي أنت تشارت تشارت رقم عشرة ده هنري ده سيد هاني لا ده إيسي ميلان ده إيسي ميلان تفتكر في الثقافات العربية الحالية مين بيقوم بدور السحالي والله إما سحرية إلا إنسان شكراً جداً دكتور هاني سليم أشكراً جداً علمنا الكبير دكتور سامح سعد أشكركم وإلى الخلاصة 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 أن الذي يرى ما يحدث من توحش الإنسان ومن وحشيته ومن عدوانيته ومن غرائزيته ومن بدائيته ومن دمويته يدرك أنه لابد أن يكون الإرد أصله إنسان هم زعلينين قوي من داروين ومطلعين عليه يعني فكرة التهكم أنه بيقول إن الإنسان أصله إرد عندما نرى حياتنا الآن وما نفعله في أنفسنا وفي بعضنا البعض أحب أقدم لكم النظرية العيسية اللي هي أخطة داروينية كده اللي بتقول إنه الإرد كان أصله إنسان أشكركم وألتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله مختلف علي مختلف علي مع إبراهيم عيسى ترجمة نانسي قنقر